خطير عائلات مغربية تتعرض للنصب والاحتيال باسم الدعم الاجتماعي بطرق احترافية بعد قضية اسكوبار الصحراء منتخبون يضعون ايادهم على قلوبهم تحصبا لتقارير السوداء قد تزج بهم في السجن هذه حقيقة استقالة وهبي من البام بسبب ملف اسكوبار بعد ثبوت تهم الفساد في حقهما المحكمة الدستورية تجرد التقدم الزائدي والاتحادي البوصيري من عضوية مجلس النواب وليمة عزاء قطة ابنة نائبة عمدة مدينة سالة بطقوس مغربية وحضور الائمة يثير جدلا على شبكات التواصل الاجتماعي تفاصيل كل هذه العناوين تشاهدونها في هذا الفيديو لكن قبل ان نبدأ نوجه التحية لكل من يحب هذه القناة ويدعمنا بالهدايا والتشكرات وكذلك الاعجابات والاشتراك في القناة مجموعة من الاشخاص بنيات سيئة يستغلون حاليا موضوع الدعم الاجتماعي المالي المباشر الذي اطلقته الحكومة المغربية لفائدة الطبقة الفقيرة والهشة للنصب على هذه الفئة كيف تتم عملية النصب؟ يتصل بك شخص مجهول لا تعرف عنه شيئا ثم يقول لك انا من طرف الجهة المسؤولة عن الدعم الاجتماعي ثم بعد ذلك يبدأ باستدراجك شيئا فشيئا يخبرك انك ستستفيد من الدعم الاجتماعي المباشر ويقول لك المتحدث بانه اذا اردت ان تتوصل بهذا الدعم يجب عليك ان ترسل له رقم بطاقتك البنكية الشخصية واحيانا يلح عليك ان ترسل له ايضا ارقام بطائق بنكية اخرى لاشخاص تعرفهم ربما قد يكون احد افراد عائلتك او جيرانك او اصدقائك ثم بمجرد الحصول على هذه الارقام البنكية ينهي مكالمته معك بلطف ثم يختفي يقوم بغلق هاتفه او باتلاف البطاقة الهاتفية حتى لا تستطيع الاتصال به مجددا ثم يقوم بعد ذلك بالدخول الى حسابك البنكي من خلال الرقم الحسابي السري الذي حصل عليه عن طريقك مستخدما حيلة من الحيل ويستولي على تلك الاموال الموجودة في حسابك البنكي سواء كانت قليلة او كثيرة ولان النصاب يعلم مسبقا انه قد يجد بعض الحسابات البنكية فارغة لان هذا هو حال معظم افراد الطبقة الفقيرة يطلب منك بطائق بنكية اخرى لاشخاص اخرين ايضا هذا ما حدث بالضبط لامرأة ارمالة مغربية من مدينة سيد قاسم خلال الاسبوع الماضي بالضبط يوم الجمعة التاسعة والعشرين من دجمبر الفين وثلاثة وعشرين اتصل بالسيدة الشخص لا تعرفه واخبرها انها ضمن لائحة المستفيدين من الدعم الاجتماعي وان عليها الان ان ترسل له الرقم السرية لبطاقتها البنكية بعدما اخبرته بانها لا تمتلك اي بطاقة بنكية طلب منها ان ترسل له الارقام السرية البنكية لاشخاص اخرين فقامت بذلك ثم اغلق عليها الهاتف وذهب وبحوزته عدة ارقام سرية بنكية لصديقاتها وجيران الضحية تلك الحسابات كانت تحتوي على اموال مهمة بالنسبة لهذه الفئة الهشة تفوق عشرة الاف درهم قام اصحابها بالدخارها بمشقة الانفس استطاع النصاب ان يخترق كل تلك الحسابات البنكية وصرق منها ما استطاع بعد ذهاب الضحايا يوم الثلاثاء الثاني من يناير الفين واربعة وعشرين الى الوكالات البنكية لتفقد حسابهم هنا كانت الصدمة سرقت منه اربعة الاف درهم في انتظار ان يؤكد باقي الضحايا المبلغ الذي سرق منهم ايضا الان الضحية المتضررة كثيرا هي السيدة الارملة التي توجد بين نارين نار الشمتة بالاضافة الى انها لا تستطيع تعويض الضحايا كل الضحايا الان يطالبون بتدخل عاجل وفوري للسلطات والاجهزة الامنية الوطنية لفك لغز هذه الشبكة الخطيرة والاطاحة بها كما يطالبون كذلك بتعويض ما سرق منهم لنا كل الثقة في السلطات الامنية الوطنية لتوقيف هذه الشبكة الخطيرة التي تستغل هذه المبادرة الملكية المتعلقة بالدعم الاجتماعي المباشر للنصب على الطبقة الفقيرة والهشة التي هي في امس الحاجة الى الدعم يقول احد الضحايا ينبغي توقيف هذه الشبكة الخطيرة ومعاقبتها باشد العقوبات حتى يكون ذلك عبرة لمن سولت له نفسه القيام بذلك وحتى لا يفسدون فرحة المواطنين والمواطنات بهذا الدعم الاجتماعي المباشر لا شك ان المتابعة للشأن السياسي بالمغرب سيلاحظ حجم الثراء الفاحشي الذي اصبح عليها عدد مهم من المنتخبين عبر ربوع المملكة في زمن قياسي الامر الذي قبل بمطالب ودعوات عدة من اجل التحقيق معهم تفعيلا لمبدأ ربط المسئولية بالمحاسبة وارتباطا بالموضوع يترقب الرأي العام الوطني احالة ملفات خطيرة على انظار القضاء المغربي من اجل البث في خرقات وتجاوزات عديدة رصدتها تقارير قضاء المجالس الجهوية للحسابات حيث نوها نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي بحبلة التطهير الواسعة التي لاحقت رؤوس الفساد ببلادنا مؤكدين ان من شأن هذه العملية ان تساهم في تخليق المشهد السياسي وتعيد الثقة للمواطني وتصالحه مع مؤسسته العمومية في ذات السياق تشير ذات المعطيات الى ان لجانا المفتشية العامة لوزارة الداخلية تستعد بدورها لاحالة ملفات سوداء على انظار النيابة العامة في افق التحقيق مع منتخبين بارزين بعدد من الجماعات ومجالس العمالات والجهات على خلفيات تجاوزات بالجملة تتعلق بمجال تدبيرهم لشأن العام الامر الذي ينذر بسقوط اسماء وزنة في مجال السياسة متورطة في ملفات فساد مختلفة يشار الى ان الشهور الاخيرة تميزت بمتابعة عدد مهم من المنتخبين منهم من زج به في السجن ومنهم من ينتظر دوره حيث اعتبر ذات النشطاء ان قضية اسكوبار الصحراء التي اسقطت حتى الان ما لا يقل عن عشرين شخصا ابرزهم رئيس جهة الشرق ورئيس الوداد الشجرة التي تخفي خلفها غابة محشة من الفساد الذي انهك البلاد والعباد نفى القيادي في حزب الاصالة والمعاصرة الاخبار التي تحدثت اخيرا عن تقديم الامين العام لحزب الجرار عبداللطيف وهبي لاستقالته للمكتب السياسي على خلفية الجدل الذي اثاره اعتقال كل من القيادي عبدالبي بعيوي وسعيد النصيري فيما بات يعرف اعلاميا بملف اسكوبار الصحراء ونفى نائب الامين العام لحزب البام سامير كودار في تصريح تقديم وزير العدل في حكومة اخ النوش والامين العام للحزب عبداللطيف وهبي لاستقالته من الامانة العامة مؤكدا لم نتوصل باي استقالة متسائلا كيف يمكن الحديث عن استقالة للامين العام ونحن على بعد شهر من تنظيم المؤتمر الوطني الخامس المرتقب في فبراير المقبل وتابع المتحدث ان الاجتماع الذي سيعقده المكتب السياسي اليوم الخميس سيخصص لمناقشة الامور التنظيمية الداخلية الخاصة بالحزب بالاضافة الى نقطة التحضير للمؤتمر الوطني المقبل وتعليقا على الجدل الذي رافق اعتقال القياديين بالحزب عبدالنبي بعيوي وسعيد النصيري قال كودار ان بلغ المجلس الوطني كان واضحا وبعيوي والنصيري مواطنان مغربيان يتمتعان بنفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات وكان المجلس الوطني لحزب الاصارة والمعاصرة قد اصدر بلغا بشأن متابعة العضوين في الحزب عبدالنبي بعيوي وسعيد النصيري على خلفية قضايا تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات والتزوير وتبييد الاموال معتبرا ان مناضلات ومناضلي الحزب لا يتوفرون على اي امتياز وانهم يظلون قبل كل شيء مواطنات ومواطنين يتمتعون بنفس الحقوق واداء نفس الواجبات على شكيلة باقي المواطنات والمواطنين وشدد البلاغ الذي وقعته رئيس برلمان البام فاطمة الزهراء المنصوري ان مؤسسات الحزب استحضارا منها لموقع الحزب ضمن الاحزاب الوطنية الجادة الممارسة يأل السياسة في اطار القوانين وضوابطها لم يصدر عنها صراحة او ضمنيا ما يسيء الى مصار البحث او يؤثر عليها لتنافي ذلك مع مبدأ المساواة مع القانون وسيادية هذا الاخير كل ذلك ايمانا منها بان الصفة الحزبية او الانتدابية لا تمنح اي امتياز ولا تخول اي حصانة من المتابعة او ترتيب المسؤولية جرادت المحكمة الدستورية يوم الاربعاء البرلمانية سعيد زيدي عن دائرة بن سليمان وعبد القادر البوصيري عن دائرة فاس الجنوبية من صفتهما العضوية بمجلس النواب واوضحت المحكمة الدستورية في قرارات العزل ان المادة السادسة من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنص في بندها الثاني على انه لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب الاشخاص الذين صدر في حقهم قرار عزل من مسؤولية انتدابية اصبح نهائيا بمقتض حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي بها الاشخاص الذين صدر في حقهم قرار عزل من مسؤولية انتدابية اصبح نهائيا بمقتض حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي بها في حالة الطعن في القرار المذكور او بسبب انسرامي اجل الطعن في قرار العزل دون الطعن فيها ويتابع عبد القادر البوصيري في حالة الاعتقال الاحتياطي بعد متابعته بتهم تبديد اموال عمومية والاختلاس والتزوير في محررات رسمية والارتشاء وعقدت محكمة الاستئناف بفاس جلسة امس الثلاثاء وقررت تأخيرها الى الثالث والعشرين من يناير الفين واربعة وعشرين وتبع سعيد الزايد البرلماني ورئيس جماعة واتشراط السابق امام غرفة الجنايات الاستئنافية قسم جرائم الاموال لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتهمتي الابتزاز والارتشاء بعدما ضبط بحوزاته مبلغ أربعمائة الفيدرهم ادعى مقاول تسليبه لها لمساعدته في مشروع عقاري وهي التهم التي يؤدين عليها ابتدائيا بسنة النافذة اثار تنظيم ابنة نائبة عمدة مدينة السلا وليمة عزاء لقطتها وفق التقاليد المغربية جدلا واسعا على شبكات التواصل الاجتماعي وظهرت الشاب المذكورة وهي تقيم مأدوبة عزاء لقطتها التي نفقت بحضور أئمة يرددون الدعوات للقطة وتنقل فيسبوكيون على نطق واسع مقطع الفيديو الذي تم تصويره خلال هذه الوليمة من داخل منزل ابنة المسؤولة بجماعة سلا ومن جانب آخر دفع رواد آخرون لمنصات التواصل الاجتماعي على هذه الوليمة التي اعتبروها عربون وفاء للقطة التي تعتبر حيوانا أليفا يعيش مع الإنسان داخل بيته ومنزله وإلى هنا عزاء المشاهدين تنتهي هذه النشرة الإخبارية فلا تبخلوا علينا بالأعجاب والاشتراك في القناة مع تفعيل الجرس لتتوسلوا بجديد أخبار المغرب ونراكم في النشرة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر